فيلمنا النهاردة بيبدأ في حلبة السباق وبنشوف بنزينه هو بيستعد لاستقبال سباق كاس البستون وبيجري في الحلبة وبيعدي من قاله وبيبقى في المركز الأول وبيشجعه ماطم وأهل القرية وبيعدي قال من المدى سابقين وبيوصل لخط النهاية وبيكسب السباق وبنعرف أن قاله وبنزين أصدقائه بيعملوا مألف في بعض باستمرار وبتستمر المنافسة الممتعة ما بين قاله وبنزين لفترة طويلة جدا وفي مرة قال يكسب السباق ومرة تانية بنزين يكسب وفي واحد من السباقات بيبقى بنزين في المركز الأول وقل في المركز التاني وقبل ما يوصلوا لخط النهاية بيظهر مدى سابق جديد اسمه جاكسون ستور وبيعدي منهم هما الاتنين وبيكسب السباق وبعد ما السباق بيخلص بيروح بنزين لستورم وبيهني على الفوز لكن ستورم بيبقى شخص مغرور ومتكبر وبيقول لبنزين أنه هو كان مسل الأعلى بس في الماضي وبيسيبه يمشي وبنروح لتاكسل اللي بقى موزيع بعد ما اعتزله وبيبقى فرحان علشان بنزين خسر السباق وبيرحب بخبيرة السباقات واللي بتشرح قوة وسرعة مهارة ستورم وده لأنه عربية من الجيل الجديد ومصنوع من أدوات متطورة جدا زي معظم العربيات الحديثة وبنروح للحلبة وبنعرف أن في ست عربيات من الجيل الجديد شاركه في كاس البستون وبيبدأ السباق وبتنطلق كل العربيات بأقصى سرعة وبنشوف بنزين وهو بيحاول يعدي من ستورم لكنه ما بيقدرش وده لأنه بيبقى سريع جدا وبيسبقه بكل سهولة وبيكسب ستورم السباق وبتعدي الأيام والسباقات وبيستمر ستورم في الفوز وده لأنه بيتمرن على المحاكي الجديد على عكس بنزين اللي بيبقى لسه بيتمرن على التراب زي زمان وبيتصدم بنزين وبيتدايق لما بيعرف أن صديقه قال هيعتزل السباقات ولما بيروح يسأله على السبب بيقوله قال أن متركه تعقدت مع متسابق من الجيل الجديد وبكده هو ما بقاش هينفع يتسابق تاني وبيشكره قال على الذكريات اللي عاشوها سوا وبيوضعه وبيمشي وبيتدايق بنزين أكتر لما بيعرف أن كل المتسابقين الأدام اعتزلوا السباقات وما تبقاش غيره هو الوحيد من الجيل القديم وسط كل المتسابقين الجداد اللي سرعتهم بتبقى عالية جدا وبيبدأ السباق الأخير واللي بيبقى مكون من 500 لفة واللي هيكسب السباق ده هياخد كاس البستون وبيجري بنزين وبيعدي من العربيات بسرعة ومهارة زي زمان وبيروح ستورم وبنزين لمحطة السيونة علشان يغيره الكويتش وبينطالك بنزين بسرعة وبيعدي من ستورم وبيرجع للحلبة وبيبقى المركز الأول لكن بيقدر ستورم بكل سهولة أن يقرب منه وبيقوله أن الأحسن ليه أنه يعتزل وبيسيبه ويمشي وبيتضيق بنزين وبيحاول يجري بأقصى سرعة علشان يعدي من المتسابقين اللي عدوا منه لكن العجل بتاعه ما بيستحملش وبيفقد السيطرة وبيخبط في الجدار وبيخرج برة الحلبة وبيتدمر وبيحصل معاه زي اللي حصل مع متسابق قديم وبتعدي الأيام وبنروح لنبع الرداتير بعد أربع شهور من حدثة بنزين وبنشوف بنزين بعد ما تصلح وتعمله صيانة وبيتفرج بنزين على التلفزيون وبيشوف الدك زمان لما فقد السيطرة وتدمر ومن وقتها وهو معتزل السبقات وبتروح سالي لبنزين وبتطمن عليه وبتشجعه وبتطلب منه يتدرب أكتر لكن بطرق جديدة ومتطورة وده علشان يرجع يتسابق زي زمان فبنزين بيرفض وبيقولها أنه هو خايف يفشل وساعتها سالي بتقوله أنه ما يخافش من الفشل لأن الفشل أكتر حاجة بنتعلم منها النجاح وبتعرفه أنه لسه قدامه فرصة تانية علشان يثبت للعالم سرعته ومهرته فبيتحمس بنزين وبيكرر يرجع للسبق مرة تانية ويتدرب أكتر علشان يسبق ستورم وبيروح بنزين يشكر أهل الكرية لأنهم لسه مسندين وما تخلوش عنه وبيفرحوا كلهم لما بيعرفوا أن بنزين هيرجع تاني للسبقات وبيكلم مديرين شركة موزيل الصدا وبيقولهم أنه هو لازم يتدرب بطريقة حديثة علشان يقدر يسبق ستورم فبيطلبوا منه يقابلهم بكرة الصبح علشان بيبقوا محضرين للمفاجأة ويستعد بنزين وبيرجع لونه الطبيعي وبيركب المقطورة مع المساعدين بتوعه وبتودعه سالي ومواطم وأهل الكرية وبيمشي وبيوصل بيهم جاز لمكان شركة موزيل الصدا اللي بقت متطورة جدا وبيخرج بنزين من المقطورة وبيدخل الشركة وبينبهر لما بيشوف الرقم بتاعه على شكل تمثال كبير وبيقابل بنزين مديرين شركة موزيل الصدا واللي بيقولوله أنهم باعوا الشركة لشخصة غني جدا وده لأنهم مش هيقدر يوفروله الأجهزة الحديثة وبييجي ستيرلينج صاحب الشركة الجديد وبيرحب ببنزين لأنه من أشد المعجبين بيه وبيشكر بنزين مديرين الشركة الأدامة على اللي عملوه علشانه وبيودعوه بيمشو وبيستكشف بنزين المكان وبينبهر من كل الصور والاستقرات بتاعته اللي متعلقة على الجدار وبياخدوا ستيرلينج وبيخليه غير شكله وبيوريه للمركز اللي بيتدربه في المتسابقين وبينبهر بنزين لما بيشوف المحاكي اللي السيارات الحديثة بتتمرن عليه وبنشوف كروز المدربة المسؤولة عن المتسابقين واللي بترحب ببنزين وبتقوله إنها متشوكة جدا لتدريبه وبيبدأ بنزين يتدرب مع كروز واللي بيتمرنه بطريقة مختلفة وبتخليه يرقص وطبعا بنزين بيبقى متضايق من التدريبات دي وبيسيبه علشان يروح يجرب المحاكي وبتنصحه كروز إنه ما يجربهش دلوقتي لإنه محتاجي تدرب عليه الأول لكن بنزين بيسر على قراره وبيشغل المحاكي وبيجري بأقصى سرعة عليه لكنه بيفقد السيطرة وبيغبط في الجدران وكمان الكويتش بتاعه بيتفك وبيتدمر المحاكي وبيروح يعتذر بنزين للستيرلينج اللي ما بيبقاش متضايق بسبب اللي حصل وبيوريه له كل المنتجات اللي مرسوم عليها ثوره وبيعرفه إنه مش هيشارك في السباق لإنه سرعته أقل من المطلوب وبيقوله إنه هيبقى علامة تجارية في العالم وإنهم بباع المنتجات دي هيقدروا يكسبوا فلوس كتير جدا لكن بنزين بيرفض وبيترجى يشارك بيه في السباق ولو خسر هيبيع برضو كل المنتجات لكن لو كسب هيفضل يتسبق لحد ما يكرر يعتزل فبيوافق ستيرلينج على كلامه بشرط إن كروز تكون معاه وهو بيتدرب وتاني يوم بيبدأ بنزين يتدرب على الشاطئ وبيطلب من كروز تكون قريبة منه علشان ترايب سرعته وبينطلق بنزين بأقصى سرعة لكنه بيقف لما بيلاقي كروز مش قادرة تتحرك في الرمل وبيروح بنزين ينصحها وبيفضل طول اليوم يعلمها إزاي تمشي على الرمل وبعد محاولات كتير جدا بتقدر كروز تجري بسرعة لكن بنزين بتبقى سرعته لسه مش عالية كفاية وبيكرر يروح لحلبة السباق علشان يتدرب فيها وبالليل بيغير شكله علشان محدش يعرفه وبيدخل للحلبة هو وكروز لكن بيتصدموا لما المتسابقين بيدخلوا وبيعرفوا إن الحلبة دي لتصادم السيارات مش للسباقات وبيحاولوا كروز وبنزين يهربوا من العربيات اللي بتجري وراهم وباتطردهم علشان تدمرهم وبيساعد بنزين كروز علشان تقدر تهرب من العربيات اللي بتجري وراهم وبتجي عربية من العربيات وبتجري بسرعة وبتحاول تخبط كروز لكن بنزين بيتدخل وبينقذها على آخر لحظة وساعتها الباس بيتعصب من بنزين وبيجري بسرعة علشان يروح يخبطه لكن بنزين بيقدر يتفدى وبيخليه تير في الهوى وبيخرج من الحلبة بسرعة وبتفوز كروز بالسباء علشان هي العربية الوحيدة اللي لسه بتتحرك وهي بتجري بتخبط في عربية وبتتقلب وبتخرج مية ولما بتيجي على بنزين بترجعه لشكله الطبيعي فبيفرح كل الجمهور لما بيشوفه وبيهتفه باسمه وبينتشر الخبر في التلفزيون وبيتكلمه عن اللي حصل وبتبقى كروز فرحانة جداً لأن دي أول مرة تاخد جايزة في حياتها لكن بنزين بيزعق لها وبيلومها لأنها السبب في اللي حصل وبيقول لها أنه سرعته ما بتزدش لأنه طول الوقت بيحاول يهتم بيا هي وفجأة بيقع على الكيس بتاعها بالغلط وبيكسره فبتزع الكروز وبتتدايق جداً وبتخرج من المقتورة وبتقول لبنزين أن طول عمرها كانت بتحلم تكون متسابقة بسببه لكن عالتها حطمت محا وقالولها أنها مستحيل تكون متسابقة حقيقية مع أنها كانت أسرع عربية في المدينة وفضلت مستنئية فرصة واحدة تجيلها بس علشان تثبت أنها موهوبة لكن للأسف ده ما حصلش وفي النهاية اشتغلت مدربة للمتسابقين وبتعرفوا أنها هترجع لمركز السيونة وبتسيبه وبتمشي وبيظهر بنزين في المقتورة لما بيعرف أن ستورم حطم رقم قياس جديد بسرعة 210 ميل في الساعة وأن كده هو اللي هيكسب السباء بنسبة 95% وبيتارية تكسع على بنزين بسبب اللي عمله في حلبة التصادم وبتقول المزيعة أن بنزين مستحيل يكسب السباء لأن سرعيته أقل من ستورم بكتير فبيتضيق بنزينه وبيزعله بيكلم صديقه ماطم وبيقوله أنه بيفكر يعتذر لأن سرعيته بتقل مش بتزيد ومش هيقدر يعمل حاجة وبيتمنى لو الدوكلس عايش لأنه أكيد كان هيساعده وبتيجي فكرة الماطم وبيقول لبنزين أن سموكي المدرب بتاع دوك ممكن يفيده فبيفرح بنزينه بيكرر يروح لسموكي علشان يدربه وبيرجع لكروز وبيديها الكاز بعد ما بيصلحه وبيعتذر لها عن اللي عمله وبيعرفها أنهم هيروحوا لسموك المدرب بتاع دوك علشان يساعدهم وبياخدهم جاز وبيروحوا للكرية بتاعة الدوك وبيدخلوا جوه حلبة السباء اللي الدوك كان بيتمرن فيها وبيجري بنزين بسرعة وبيفرمله وبيلفه على الطراب وبتقلدوا كروز وبتعمل زيه وفجأة بيفرمل بنزين وبيوقف لما بيشوف المدرب اللي بيرحب بهم في الحلبة وبياخدهم وبيروح للمتسابقين الأدام اللي بيرحبوا بنزين وكروز وبيحكي لهم سموكي وبيقولهم أن الدوك كان أسرع عربية في العالم لحد ما جيه متسابق أسرع منه ولما الدوك حاول يعدي منه المتسابق ده خبطه في الجدار لكن دوك نطف الهوى وعدى من عليه وكسب السباء فبيفرح بنزين جداً وبينبهر من اللي بيسمعه وبيقوله أنه لو خسر السباء حياته هتنتهي ومش هيبقى سعيد زي الدوك فبياخده سموكي وبيوريله الجراش واللي بيبقى مليان صور لبنزين وهو بيتضرب مع الدوك وبيقوله سموكي أن الدوك كان سعيد قوي لما كان متسابق لكنه كان أسعد لما كان بيدربه فبيفتكر بنزين زي كرياته مع الدوك لما كان بيدربه وأنه فعلاً كان سعيده مبسوط بتدريبه بعد كده بيبدأ سموكي يدرب بنزينه ومعاه كروز في الحلبة القديمة وبيخليهم يجروا وسط الجرارات علشان يقدر يعدوا من المتسابقين من غير ما يلمسوهم وبتعدي الأيام وبيتمرن بنزين وكروز أكتر ومستوهم بيبدأ يتحسن وبيبقى أفضل من الأول كمان وبالليل بيجروا في الغابة من غير أي إضاءة وهم مبسوطين وبيكرروا يعملوا سباق تجريبي ما بين بنزين وكروز وبيبدأ السباق وبيجري بنزين بأقصى سرعة علشان يسبق كروز وبيقرب منها وبيقدر يعديها لكن كروز بتجري بأقصى سرعتها وبتسبق بنزين وبتفوز بالسباق فبيزع البنزين لأنه بكده مش هيقدر يفوز على ستورم وبيشكروا سموكي والمتسابقين القدامة على مجهودهم وبيمشي علشان يروح سباق كاس البستون وفي الحلبة بنشوف المزيعة وهي بتأكد أن ستورم هو أسرع سيارة سباق في المتسابقين وأنه بنسبة كبيرة جدا هو اللي هيكسب السباق وبنرجع لبنزين اللي بيبقى وصل للحلبة وبيروح يشكر ماطم وسالي اللي جم علشان يشجعه وبتستعد العربيات للسباق وبيبقى بنزين في السباق وبيكلموا سموكي في السماعة وبيقولوا أن الدوك هيكون فخور بيه مهما كانت النتيجة وبيبدأ السباق وبتنطلق العربيات بأقصى سرعة عليها وبيجري بنزين وبيعدي من المتسابقين بمهارة وبسرعة كبيرة زي ما كان بيتدرب وبيستمر بنزين في التقدم والتفوق على المتسابقين لفة بعد لفة وبيروح ستيرلينج لكروز وبيطلب منها ترجع لمركز التدريب علشان تجاهز المتسابقين ولما كروز بتطلب منه تتفرج على السباق بيرفض وبيقول لها أنها مدربة مش عربية سباق فبتمشي كروز وهي حزينة وبيسمع بنزين اللي حصل وبيفتكر كلامه مع كروز وزعلها علشان ما بقتش متسابقة زي ما كانت بتحلم وبيفتكر تدريباتها معايا وسرعتها على المحاكي وكمان فرملتها على التراب وفجأة بتخبط العربيات في بعضه وبيبقى صعب على المتسابقين أنهم يعدوا لكن بنزين بيجري وبيتفادى العربيات بسرعة ومهارة وبيعدي منهم وبيكلم كروز وبيطلب منها ترجع لحلبة السباق في أسرع وقت ولما بيروح بنزين للسيانة بيلاقي كروز مستنيين فبيطلب بنزين يركب لها كوتشات السباق وبيقول لها أن دي الفرصة علشان تثبتي أنك موهوبة وبيشجعها وكمان بيرسمولها رقم 95 بتاع بنزين وبتبقى كروز مصدومة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل فبيقول لها بنزين إن دي فرصته الأخيرة وهو هيديها لها علشان تبقى أول فرصة ليها فبتتحمس كروز وبتجري بسرعة وبتدخل للحلبة وبيقول الموزيع إنهم ما يقدروش يمنعوا كروز من دخول السباق لأنها رقم 95 وده معنا إنها بتكمل السباق مكان بنزين وبنروح لكروز اللي بتتوتر من شكل الحلبة والجمهور وبتبقى خايفة جدا لكن بنزين بيكلمها في السماعة وبيهديها وبيشجعها وبيفكرها بكل التدريبات اللي كانوا بيتدربوها مع بعض فبتتحمس كروز وبتجري بسرعة وبتعدي من المتسابقين وبتتخيل إن كل العربيات جرارات وبتعدي منهم زي ما بنزين بيقول لها وبتستمر كروز في التقدم وهي بتعدي من المتسابقين وبيفضل بنزين يكلمها في السماعة وينصحها علشان تعدي من العربيات وبتنفس كروز كل كلامه وبتعدي من المتسابقين وبتروح لمركز السيانة وبتغير الكويتش وبتنطلق بسرعة وبترجع للحلبة وبتحدي من العربيات بسرعة ومهورة زي ما بنزين كان بيعمل وبتفضل تجري بسرعة لحد ما بتبقى من العشر الأوائل وكمان بتوصل للمركز التالت وساعتها ستورم بيهدي السرعة وبيرجع لكروز وبيستفزها وبيتريق عليها وبيقولها إنها مستحيل تكسب السباق أو إنها تبقى متسابقة أصلاً وبيسيبها وبيمشي فبتحبط كروز من كلامه وبتبدأ سرعتها تقل وبيعدي منها المتسابقين بس بنزين بيشجعها وبيقولها إن ستورم عمل كده علشان هو خايف منها لإنها سريعة وممكن تكسب السباق فبتتحمس كروز تاني وبتجري بسرعة أكبر وبتعدي من المتسابقين وبنروح لستورم اللي بيتفاجئ لما بيعرف إن كروز بقت وراه في المركز التاني وبتفضل كروز ماشية ورا ستورم وبتستفزه وبتقوله إن سرعته بسيئة وبيكلمها بنزين وبيقولها إن دي آخر لفة وإنها لازم تكسب السباق ده فبتجري كروز بسرعة وبتحاول تعدي من ستورم اللي بيزنق عليها جامد علشان يخسرها وساعتها كروز بتنطف الهوى وبتعدي من على الجدار زي ما بنزين كان بيعمل وبتكسب السباق وبيندهش بنزين وكل الجمهور اللي بيهتفوا باسم كروز اللي بتبقى فرحانة جداً وبيفرح بنزين لما بيشوف صورته هو وكروز في المركز الأول لأنه هو اللي بيبقى مقيد في السباق وبيجي مدير شركة موتوركو وبيطلب من كروز إنها تبقى المتسابقة الجديدة بتاعته وبتعدي الأيام وبنشوف بنزين بعد مغير لونه وبقى زي الدوك وكمان بقى هو المدرب المسؤول عن كروز اللي بيبقى مبسوط بها جداً وبيفضل بنزين يسترجع ذكرياته مع الدوك هو وكروز بعد مساعدها في تحقيق حلمها الملحص ده بصوت هايدي مصطفى وكتب ومنتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملولنا سبسكرايب على قناة موفي ستوريا على اليوتيوب وبس كده سلام